بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اليوم نبدأ ان شاء الله بشابتر 13 وهذا كتاب السنة الثانية ولكن اللي يقدر يشوفه من طلاب السنة الأولى لأنه مفصل أكثر ينفعهم جدا ان شاء الله والحقيقة انا متأخر في شرح هذا الشابتر كان لازم نشرحه من زمان اللي اهميته طيب قبل الدخول في الشابتر خلي نعمل مقدمة المقدمة بدا نجيبها من اللغة العربية حتى نفهم يعني ايش لانه الموضوع عندنا يعني في موضوع مشابه له في اللغة العربية خلينا اذكرك شوي وانشط لك معلوماتك باللغة العربية احنا بنقول رأيت الطالب رأيت الطالبة طيب رأيت الطالبة هذا ايش فعل رأيت فعله فعله الفاعل والطالب مفعول به تمام بعدين جيت لك جملة ثانية شو قلت لك الطالب نجح الطالب نجح نتكلم عن نفس الطالب هنا طيب هذول اقدر اعملهم جملة واحدة اقدر عشان ما اعمل جملتين شو اقول استطيع اني اقول احولهم واقول رأيت الطالب الذي نجح الطالب الذي نجح حطه هنا شو عملت جبت شيء في اللغة اسمه الاسم الموصول ما هي الاسماء الموصولة السريع الذي التي الذين اللذان اللواتي هذه الاسماء الموصولة تمام اسمه موصولة يعني توصل جملة بجملة طيب لو لاحظت هنا الان قبل ما ندخل على الدرس عشان تفهم اشاني adjective close انا عربت لك قبل شيء قلت لك رأيت وهذا فعل وفعل والطالب مفعول به طيب الان لما جيت الذي نجح ايش بيصير هذه ايش بيصير اعرابها هذه جملة تتألف من هنا الذي نجح هذه الذي نجح لما منعربها منقول صلة صلة الموصول في محل نصب صفة لهذا لانه هي توصف الطالب اي طالب الذي نجح فهذه ايش 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 اعرابها جملة في محل نصب صفة لانه هذا منصوب تمام فاحنا عندنا جمل تيجي في مكان الصفة يعني تقول رأيت الطالبة شلون يعني العكس مثلا رأيت الطالبة الناجحة كلمة واحدة بتجيب الصفة الناجحة عملت رأيت الطالبة الناجحة لما بتعرب تقول الطالبة مفعول به والناجحة صفة الصفة تتبع الموصوف دائم الطالبة الناجحة الناجحة صفة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهر على آخره طيب بدلا ما اقول الناجحة رح تجيب الجملة الذي نجح هذا نجح فعل وفعل فالآن الجملة كلها صارت تشتغل مكان الناجح اللي هي صفة فالذلك اجت في محل نصب صفة هذه المقدمة ضرورية لانه لما باخذك على الكتاب بديك تحط هذا الامر في بالك لان عندي شيء في اللغة يسموه الاجكتف كلوز اجكتف كلوز اول شي تذكر معي اي شيء لكلوز لان نفصل الكلام يعني اذا فهمت الكلام هذا يسهل عليه كثير اجكتف كلوز اجكتف انت عارف صفة لكن تذكر كلوز شو كانت لكلوز كلوز هي لازم يكون عندي و هنا في الصفحة الاولى اذكروك شو يعني لكلوز فاحنا منروح مباشرة بنمسك من هون هو تركيب ذات هذا لازم يكون عندك اي تركيب لغوي فيه شو راح تسويه تراح تسميه لكن هذا الكلوز في نوعين منه اما بصير مستقل جملة مستقلة بنفسها مثلا تقول مفهومة مستقلة لانا مش معتمدة بالمعنى على غيرها شكرت المرأة اذا هاي يعني جملة مكتملة او جملة غير مكتملة بتكون يعني معتمدة على سبقتها او بعدها عشان تفهم معناها يعني لو انا جبت لك هذه قلت لك اقرأ هذه الوحدة التي ساعدتني كده التي ساعدتني بتقول مين التي ساعدتك صح؟ فهي لوحدها ما تفهمها لكن لو انا جبتها رفعتها هنا وقلت لك شكرت المرأة التي ساعدتني بتصير تفهم هذا الشطر ليش؟ لانه سبقها شطر قبلها فهذا الشطر معتمد على هذا الشطر المعتمد هذا مسمي dependent لانه معتمد واللي مش معتمد مسميه مستقل independent فصار عندي independent close و dependent close هذول انواع الكلوزات في اللغة الانجليزية طيب الان صورت تعرف ايش هي الكلوز معناته احنا تحت جي بكلوز يشتغل شغل الصفة بكل بساطة مثل ما جبنا هناك في اللغة العربية قلنا الطالبة الذي نجح جبت الذي نجح ما كان كلمة الناجح عشان يصير ايش؟ هذي الجملة صفة لاسم سبقها نفس الشي في اللغة الانجليزية انت تقدر تقول مثلا كمان بعطيك نروح على البورد مرة ثانية الان خلاص نيجي نجيب جملة ثانية لكن بالانجليزي شو بتقول بالانجليزي؟ بتقول اي مت ذمان بديم تقول ذمان is a famous poet بلاش باوتة مشا ما تتلبى is a famous doctor غلاص؟ ماذا تقول الجملتين؟ قابلت الرجل ذمان اي مت ذمان قابلت الرجل طيب قبل ما احط لك هذه الجملة افرض ان ما احطيتها هنا قلت لك كذا خاش انا عليك بدون ما اي شيء يعني يسبق الكلام قلت لك قابلت الرجل شو بتقول لي؟ اي رجل صح؟ لازم تعطينا سياق عشان نفهم اي رجل اللي اذا انا بخبرك من زمان انه في رجال كذا وكعطيق يصل لكن فجأة كذا اقول لك اي مت ذمان قابلت الرجل قل لي اي رجل برجع بقول بعقب بقول لك الرجل الذي هو طبيب مشهور هنا شو سويت؟ هنا زدت لك معلومات جبت معلومات زيادة عن الرجل عشان تفهم مين هو الرجل هذا ممكن تقول قابلت الرجلي هو جاري مثلا خلاص صار معروف مين هو طيب هذول الان اللغة تقول لك ليش تذكرر الكلام اي مت ذمان احنا بنعطيك طريقة انه تعملهم جملة واحدة وتقول اي مت ذمان اي مت ذمان يعني مشهور دكتور هذي جملتك الان نغير اللون عشان يفرقون قابلت الرجل الذي هو طبيب مشهور الان لاحظ هنا كان طبيب مشهور الرجل طبيب مشهور فكان بس هذه الصفة انت تحتاج بس هذه الصفة عشان تكلم عن هذا الرجل الان انت رحت جبت استوردت 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 اداة ربط هذا ده نسميه راح نسميه ضمير الربط ضمير الوصل راح نتعلف اسمه هو ورحت استغنيت عن الرجل لانه مكرر وجبت اللي كان الوصف له وحطيته فيه جملة وجبت اس لانه هو صارت تنوب عن مان فاش كان مش ذمان اس فخليت الاس شطبت انت مين من هالسالف هذي كلها ذمان هذا المكرر وصار عندك جملة هذه الجملة الان صارت تتألف من كلوزين واحد اندبندنت هذي هو اعيمة ذمان لانه مفهومة واحد الذي هو طبيب مشهور هذي الديبندنت وصار عندي جملة بسموها جملة معقدة بسبب هذي وهذي الشطر الثاني ايش راح اسميه راح اسميه ليش لانه جاي هذا الهو از افيموس دكتور لاحظ هنا كانت الفيموس قبل الدكتور صح الان انت بصد تتكلم عن فصارت هذي كلها صفة للرجل فالادجكتف كلوز تيجي بعد الاسم اللي انت تبغى تتكلم عنه هو از افيموس دكتور هذي كلها توصف مين؟ توصف المان هذا الرجل عشان كذا يسموها جملة وصفية اادجكتف كلوز بنروح الالكتاب الان ان شاء الله تكون فهمت الان هذي المقدمة وبعد ذلك كل ما مشينا هتتضح لك الصورة اكثر لكنه بحث مهم جدا لازم تركز جيدا طيب نقرأ الان بعد هذي المقدمة افهمنا يعني ايش الاجكتف كلوز الاجكتف كلوز شغلها ان هي تيجي توصف اسم وهذا الاسم يحتاج الى معلومات الزيادة عشان نفهمه عشان كذا بروح بجيب الاجكتف كلوز وبعد شوي لقدام راح نشوف انه نوعين الاجكتف كلوز نوع ضروري ونوع مش ضروري نوع ايدنتفايينج ونوع موديفايينج ايدنتفايينج يعني ضروري وجوده لو لا بصير في مشكلة بالفهم المقصود والموديفايينج بتكون زيادة لو حذفتها ما عندك اي مشكلة كلو سيجي معان هذا لكن كبداية خلينا ناخذ الكتاب او القواعد هذه اول باول قاعدة الاولى